للمرة الأولى في تاريخ المملكة يشهد الشارع السعودي تنفس أكثر من 900 امرأة في انتخابات المجلس البلدي المقررة في 22 من كانون الأول المقبل وتشكل الانتخابات المقبلة أول فرصة للنساء في السعودية للتصويت والترشح بموجب أمر من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2011 يسمح بالمشاركة السياسية للسعوديات كما أمر عام 2013 بأن يكون 20% من أعضاء مجلس الشورى من النساء إلا أن مشاركة السعوديات تقتصر على انتخابات المجالس البلدية التي يعين الملك نصف أعضائها ويجري انتخاب النصف الآخر وقد أعلنت ناشطتان سعوديتان عبر تويتر أنهما استبعدتان من الترشح وقالت الناشطة لوجين الهذلول التي اعتقلت العام الماضي بسبب خرق الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات والناشطة نسيمة السادة أنهما ستطعنان في حث أسمائهما من القائمة النهائية للمرشحين وقد أطلق 6140 مرشحا من بينهن النساء التسعمائة برامجهم الانتخابية لجاذب أكثر من مليون ونصف مليون منتخب على مدى 12 يوما ولكن من دون إظهار صور أو مقاطع فيديو للتعريف بالمرشحين من الجنسين على حد سواء وجددت اللجنة العامة للانتخابات تأكيدها على محاذير الحملات التي لن تسمح بالصورة الشخصية للمرشح بالظهور بأي شكل سواء في اللوحات الإعلانية الخاصة بهم أم في المقار الانتخابية وحتى في مقاطع الفيديو الترويجية التي سيقتصر السماح فيها بسماع صوت المرشح أو المرشحة فقط من دون صورته وأعلن المتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات البلدية جديع القحطاني أن المرشحة السعودية تستطيع لقاء الناخبين عبر الدائرة التلفزيونية فقط ولا يجوز لها لقاء الرجال في أماكن عامة لأن السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين بينما سيتولى متحدث باسمهن التواصل مع الذكور وبحسب اللجنة سجل مليون و355 ألف رجل و136 ألف امرأة أسماءهم للمشاركة في الاقتراع وخفضت السلطات هذه السنة سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما كما جدد القحطاني تأكيده التزام لائحة الحملات الانتخابية